ملف حقوق الإنسان وستقرار المنطقة واستمرار رعايته للإرهاب في العالم لم تشغل الشارع الإيراني أي قضية بقدر ما أشغلته وأنهكته قضية حقوق الإنسان وما يحيط بهذا الملف من حقائق مرعبة تورط بها الإيرانيون منذ أن سرق الولي الفقيه ثورة الشعب عام 1979 فلم تكن هناك أي قضية تثير الجدل وتؤرق طهران بقدر الانتهاكات التي طالت أبناء الشعب الإيراني خلال العقود الماضية أسلوب التضليل والتستر على البشاعة وأساليب التعذيب في سجون إيران هو ما حمل نظام خلال العقود الماضية من المثول أمام العدالة الدولية إلا أنه في الآوينة الأخيرة برز نشطاء حقوقيون داخل وخارج الأراضي الإيرانية كان لهم الفضل والسبب الأول في إيصال معاناة الشعب الإيراني وانتهاك حقوقه كاملة إلى العالم في ظل التكتم الإعلامي والكبت السياسي والقمع للمعارضين لم يقف نظام الولي الفقيه مكتوف الأيدي أمام محاولات فضحه وتعريته أمام العالم من قبل المعارضين له والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج أراضيه فعلى المستوى الداخلي قام النظام بقمع أي مظهر من مظاهر الاعتراض والرفض والإصلاح فقد قمع الثورات والاحتجاجات المتكررة واستخدم في ذلك أبشع السبل في التعذيب والترهيب والتنكيل بمعارضيه وما يختلف معه سياسيا أو عرقيا أو دينيا أو حتى مذهبيا وكان النظام ولازال يركز في اعتقالاته على النشطاء الحقوقيين لمعرفته بأنهم نواة الحراك وأساس التغيير فكان في أولى خطواته في كل احتجاجات تطرأ أول من يعتقلهم ويزج بهم في سجونه هم المدافعون عن حقوق الإنسان ومن كان يفر منهم إلى خارج إيران يكون قد حكم على نفسه بعيش حياة الرعب والترهيب نتيجة ما تقوم به مخابرات النظام الإيراني من مطاردات وملاحقات غير شرعية بغية تكميم أفواه كل من يعارضه حتى خارج حدوده القانونية وقد أكدت معلومات موثقة عن مطاردة المخابرات الإيرانية للمعارضين خارج إيران والعمل من أجل اغتيالهم في عدد من الدول الغربية وذلك بحسب ما أكد مجموعة من النشطاء والمعارضين الإيرانيين في الخارج دولة من جحيم الاستغلال الدني والقمع والانتهاك لحقوق الشعب خلفت دمارا ثقافيا ومسخا اجتماعيا وسياسيا جعل المهجر موطنا لكل من يدافع عن حقه في إيران